اشتركوا في القناة ويأتي تدشين مركز التطعيم في مستشفى الملك حمد الجامعي استكمالا للجهود المبدولة لتوفير التطعيم بمختلف المراكز الطبية في البحرين وطلع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال الزيارة على التجهيزات القائمة لاستقبال الراغبين في التطعيم مشيدا معاليه بالجهود المستمرة من المستشفى والفريق الوطني الطبي وكافة الفرق المساندة في إنجاح الحملة مشيرا إلى الحرص الذي تليه البحرين للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا